ايمن لحيخة فرصة طيبة. شكرا سي كميل خلينا ناخد من عندك تعليق على الحادثة الارابية اللي ما زالت قل قلت تلقي بذي ليلة وفي كل نهار يقع الكشف على حاجة جديدة الانتحارية اللي حاول التفجير نفسها في شارع الحبيب بورقيبة. نهار اه الاثنين كيف تقرؤون العملية في الزمان والمكان? بالنسبة على الاقل المكان واضح ما ما يكونش فما مكان اخر اه 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 يتشاف ويقع متبعته كما شارع بورقيبة وكل مكان هذاك بالذات معناها بالنسبة للمسرح البلدي خاصة وعدد الناس اللي يكونوا في اله هناك. دونك من ناحية طبيعة الحال كذلك اللي بما يكين حبوا يعني الناس هذو ما يحبوا يعملوا ضحايا اه يكون اسهل من من اي مكان اخر اعتقد اعداديا معناها وبالتالي معناها الامر مقصود وهذا يخلينا ربما الشي الوحيد اللي نجم نقوله هو انه امنين امتعنا رغم كل المجهود اللي قايمين به اعتقد انه هناك معناها اكيد اماكن اللي يجمها اهتمام خاص اه وان شاء الله معناها مش ساهل هذا. هل ينكرت العملية هذية معناها بي اه في اطار الزمن انتهحها بما قاعدة تعيشوا البلاد من تجاذبات سياسية. ونشوف. يوما فما فما ربط شوفنا بعض الاطراف اللي قرات الربط بين العملية الارهابية والازمة السياسية التي تعيش على وقعها البلاد. لا ما فيش اد ما شك هذا هذا ما ينزمش ما ما يحتاج الانسان بش يكون معناها عالم كبير بش يقول هكا الوضع متاع بلادنا اليوم هو بنفسه بصفة العامة سواء الشي اللي صار في شارع بورجيبة ولا صار في اماكن اخرى ولا كذا الهدف منه هو زعزعت النظام وزعزعت خاصة الراحة اللي ربما يحس بها المواطن في 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 وضع اليوم مقارنة بدول اخرى مقارنة باوضاع اخرى اللي فما ناس اللي ما يرضيهمش هذا وبالتالي ما يرضيهمش لانهم يحبوا طبيعة الحال يطيحوا البلاد ومعناها ولذا هذا هذا شيء اعتقد من الخارج ومن الداخل من الخارج اكيد انا نعتقد انه الناس هادو من اللي يتحركوا اه بكلنا نعرف انه اه تم جهات اللي هي اللي هي تساند ولو ما 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 تتقالش بصيفة علانية ما تتقالش بصيفة واضحة ولكن انا كنشوف اه الاشياء هذي سواء كان بالنسبة لتمويلهم سواء كان بالنسبة لدعمهم سواء كان بالنسبة حتى ربما لبعض منهم وين يهربوا وين يتخبى معنا كل هذا اكيد انه مصالحنا الامنية التباية فيه احقيقا ده مانيش في في الحكم اليوم باش يكون عندي اه اشياء اللي هي اه غير اه معروفة للعموم ولكن اه بمعرفتي بال بالوضع وبالتجربة نعرف اللي هذا شيء اللي في الواقع اه في الاخر اللي اللي حب نقوله هو انه هذي مسئوليتنا الكل ومسئولية كل مواطن اه باش باش يحافظ على على امن بلاده اه مهما كان الدور اللي تقوم به قواتنا الامنية والعسكرية ما ما ننساوش لكن اعتقد ازم كل واحد منا يشعر بمسئولية لما نشوفه شيء اللي اه معنا انا تعرف عشت اه فوق ثلاثين سنة في سويسرا صدقوني انه المرأة الكبيرة تبدأ في 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 الكوجينة متاحة من الشباك ونشوف حد مشا وجا ثلاثة ولا مرتين ولا ثلاثة قدام قدام مؤسة ولا قدام حتى اه معنا هات مقر تجارة وكذا صدقني تهز التالي وصارت لي صارت لي انا على حسابي انا في 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 بوس انا في اه حافلة في حافلة لانو كان انا كنت طالب وعندي الكارتة متاع باش نطلع في البوس اه ومشيت للكي شافتني انا ما عملش البطاقة متاعي في اهو التيكي متاعي ما خاطر غادي اوتوماتيك ما فلماش كما انا كانت موجود في بلدان اخرى ومشيتني الشوفر في الخرق وقالت له قطوك معناها شكت فما حاج كي جيت مش نهبة مشيت له قطوك المرأة الكبيرة اللي هابطت قل قليوي ميسيو ميسا نميرو جار دبا معنى باش نوريك معنى باش نوريك دور المواطن معنى يمكن كم المواطن معنى حتى في اشياء سلبية كيما لا اذكرت رهي يمكن معنى هل الحاجة هذية انها تكون فرصة كما احنا قلو مصائب قاوم عند قاوم فتكون فرصة باش تلمنا باش تلمنا بانسور معنى هذا 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 معناها انا الحقيقة هذا رأيي حتى قبل ما تكون عنا ماناش محتاجين باش نكون عنا بفرصة كما هذه احنا هذا شيء يقلم هذا شيء غير مقبول هذا شيء اللي واللي يصبح واجب علينا باش نتعاونه مهما كان ومهما كانت خلافاتنا لانه ما نتصورش انه خلافاتنا بين مختلف معنى الاحزاب الموجودة اليوم وكل من او حتى المفكرين اه ما لا اتصور انه ما فماش امكاني انا اقولها بكل تواضع كنت من من الاول اذا كان من موش الاول من الاول اللي نداوه بوفاق وطني وبحوار وطني لانه ما ما فماش ما فماش حاجة اخرى مهما كانت خلافاتنا الايديولوجيات انتهات اليوم معنا ما عادش فما معارضة اللي هي على اساس ايديولوجي فما ربما قراءات تختلف اما العالم الكل اخذاء اتجاه واحد اليوم وبالتالي مصلحة بلادنا ما نتصورش انه كل انسان مواطن اللي يفكر بالفعل في مصلحة التونس ينجم يختلف معنا بطبيعة حال فما فما حساسيات فما هذا هذا شيء شيء معقول وشيء مفهوم ولكن معناه اليوم ماذا تحتاجه بلادنا عملنا اكل 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 اللجنة متاع قرطاج ووووو وثيقة كارتاج ما نقول لكش لا هي حاجة معناها استثنائية ولا حاجة معناها كاملة 100% ولكن على الأقل يجب اعتبارها دائما كقاعدة لزيادة التوافق إذا كان مازال فما مواضيع أخرى وفما مواضيع أخرى اللي لازمنا نتفق عليها الجميع والقضية مش قضية عنا 220 حزب ولا عنا 100 حزب يعني هي لازم كذلك بين كل الأحزاب يصير تقارب حتى باش نسهل المؤمن إلينا أنا الحقيقة المواطن التونسي أو خاصة الناخب والله ما معناها نتفهمه لأنه أمام هذا العدد الكبير من الأحزاب وأقصد حتى نفسي عندي حتى أنا مسؤولية في هذا من يشارب من مسؤولية ولكن يجزم تكون فما إرادة من طرف الجميع باش العائلات السياسية تتقارب طيب نفهم أنه يجزمها وقت ولكن أعتقد أنه ما عناش خيار آخر إذا كان بالفعل نفكره في مصلحة التونس وخاصة في أمور عمالية يعني تم إفكاسيته هذا شنو يلزم يسير هذا الأمانيسي كمال مرجان ولكن اليوم الطبقة السياسية والنخبة ما أبعدها على اللي يلزم يسير وما أبعدها على اللي يلزم يلزم المواطني يتوفر له من مناخ لأنه قاعدين نشوفه باقي في التجذبات ما لم شي حتى الحالثة الإرهابية هذه نعرف من المفروض أنها تلم لكنها زادت عمقت وظهرت شروخ أخرى وظهرت انقسامات أخرى واتهامات أخرى وجد الآخر رجع ليطفو على وجهة الأحداث بس يجد يعمق الأزمة سؤالك في محله وأعتقد واجب على كل واحد مننا باش يضع السؤال هذا على نفسه أعتقد وإن شاء الله معنا جوابي ربما ممكن ما يكونش ما يكونش صحيح ولكن أحنا ممرناش فترة صعيبة منذ الخلاف البرجي بن يوسفي هذا كان فيه ربما الفترة الوحيدة اللي كان في الخمسينات الخلاف ما قبل الاستقلال التام بعد واحد جمعة طبيعة الحال خمسة وخمسين ولكن الإشكال من وقتها ربما ما عاشناش في خلاف ولو المقارنة صعبة شوية لكن نقصد بها أنه اتجاهات مختلفة أو مواقف متشددة معنا كما كان الوضع ولو أنا صغير وقتها ولكن عشت قسم منه اليوم نلقى نفسي أو على الأقل أنه معنا ما فماش علاش باش نكونوا مختلفين لأنه الإيديولوجيا تنتهات اليوم ما بقاش معنا قبل كنت نفهم وقت الحرب الباردة ووقت الاتحاد السوفيتي وشيوعيين وليبراليين ومن عرش نوع اليوم في الخيارات على الأقل اللي تهم البلاد واللي مش تخرج البلاد من المأزق خاصة من ناحية الاقتصادية من ناحية الأمنية لا أتصور أنه يكون فما خلاف في هذا وبالتالي الحقيقة ما ينقصنا في اعتقادي وأتحمل مسؤوليتي وربما حتى أنا عندي جزء من هذه المسؤولية أنه كل واحد منه يزم ياخه مسؤوليته في هذا وكل واحد منه يطيح من جانبه باش يقرب حتى إلى الأحزاب اللي هي من نفس العائلة ما معناها خلينا نحن نبذيو على العموميات ما معناها كل واحد يتحمل مسؤوليته مثلا تحميل المسؤوليات مش كما للي في السلطة وللي يحكم اللي عنده الدمان في دي كما للمعارضة حتى فهمش يقول كنا نتحمل المسؤولية يقول كذي بتعويم الأسباب أنا ما ليش نتكلم على من هم في الحكم ولا في المعارضة اللي نتكلم على الأحزاب السياسية الموجودة في البلاد والأطياف السياسية الموجودة في البلاد اللي بإمكانها باش باش تقرب البعضها وباش عواض مش يكونوا عنها كما قلت 220 حزب أو ما يزيد معناها نوصلوا على الأقل إلى عدد اللي هو معقول اللي باش خطر ما متنجمش مش كما مش تقرب بين 220 كما مش تقرب بين 20 ولا 30 نمشي نمشي بدرجات وهذا يخلي أنه الحوار اللي مش يقعد على الصعيد الوطني بالكامل يولي على الأقل في نتاق عائلات أو مجموعات لا وتسهل الأمور خطر اليوم حتى إذا كان مش تجي بلوم على من يأخذ القرار في البلاد باش تلقى شنو باش تلقى فما الأحزاب اللي تساندوا وقتها أبلي جيب أو مرغم نجم نقول أنه باش تساند مهما كان قرار الحكومة إذا كان هي تساند في الحكومة ولا مش يولي تضارب في موقفها ولكن الموضوع مش موضوع فقط يهم الحكومة يهم كل التونسيين وكل التونسيين طبيعة الحال أعتقد بما فيهم منظماتهم وبما فيهم أحزابهم هذا شيء شيء ضروري أعتقد كلمة بركة أنا دائما أذكر بكل تقدير وأذكر بكل معناها حتى نجم نقول سرور الحوار الوطني اللي صار لول واللي من أجل وتونس خذت النوبال معناها جئيسة نوبال لماذا؟ لأنه أولا كان عدد الأحزاب الموجودة محدد بمن كانوا في ذلك الوقت عندهم معناها تمثيل وكذلك الأربع منظمات الوطنية كانت موجودة وكانت الحقيقة رغم كل الصعوبات ورغم أنه ساعات الجلسات الطول وكذلك لكن على الأقل كان هناك نقاش كان هناك حوار في مستوى جيد نجم نقول وهذاك لأسباحنا باش نخرج على الأقل من المرحلة هذه اللي هي كانت ربما أسهل مما هو عليه الوضع اليوم لأنه مع الأسف كل ما يزيد وأحنا لا نتقدموش يعني فترة الإختيالات السياسية كم الموجود كانت أسهل من الفترة الحالية اللي يعيشوها صارت بعد الحوار الوطني فترة الحوار الوطني بعد لأنه كانوا موجودين معناها لكن نحكي وقت بدينا الحوار بدينا كذلك اليسارية عريقة قادمة العائلة اللي تسمى بالإسلامية أو الإسلام سياسي أو ما شبهه والهي عندها وجود كذلك في النسيج السياسي التونسي على الأقل عندها 250 عام وعائلة كذلك اللي بلالية خليتقول اللي هي متألشحة بين الجميع وسطية اجتماعية للشركية الديموقراطية مع اليسار والأخرين نحن سمعنا في المؤخرا وأنه ثم المتابخة في المتابخ السياسية قوامها وأنه شيء كما المرجان يقع عليه اتفاق على الأشخاص وأنه إلى شهور للجمهورية وباتفاق مع النهضة وكذلك السيوش الشاهد ممكن يكون هو في تول الوصف الانتخابات التي تتحدد لكن الأكيد وأنه النهضة والنداة والنهضة والعائلة هذه أكيد تحسب الاستقرار الحالي يكون عندهم الأغلبية ليس معناهم فتاليتي ما أولا هل أنت ما زلت انتمين العائلة دستورية ثانيا هل هذية هل هي مجال تخمينات أم هل تم نقاش في هذه المثالة سيد الكريم أولا ما زلت انتمين العائلة دستورية نجم يقول لك أنه هذا إن شاء الله ما يشك في حد لا فما شكو شكك فيه خلي شكو شكت فيه عبير موسي وقالت جيب لي وين أنا أطلب الدعم لا النهضة ولا غير النهضة عندي علاقة طيبة مع النهضة إذا كان مش نفسرها لكم راهي ترجع إلى ما قبل يمكن 30 سنوات برشة ناس مع الأسف ما يعرفوش وين كنت كنت مسؤول كبير في مفاوضية اللاجئين للأم المتحدة في وقت اللي كانوا معناها النهضاويين خارج تونس وكانوا كلاجئين تقديرهم لي لأقولها وتحمل مسؤوليتي عمرهم ما قالوا لي حد شيء ولكن يعرفوا لو كان حبيت نعمل شيء ضدهم وأنا في مفاوضية اللاجئين كنت النجر لكن تعاملت مع الموضوع كإنسان بروفيسيونال معناه أنا موظف في الأم المتحدة حتى حد ويشك في كافاتك في الممتحدة اتفاقيات كاملا وبالتالي العلاقة ما كانش عندي حتى علاقة ولكن فما احترام متبادل ما عندي حتى علاقة أخرى النهضة بالنسبة لي لحزب من الأحزاب التونسية من يحترمني أحترمه ومن لا يحترمني لا أنت حمد يجبالي نهات اغتيال شهيد شكل بالعيد وحمد يجبالي وقف الحكومة وانتوا ساهمتوا كذلك في إذراع ويلا لا هذا حتى حد ما شك فيه أنا أعطيتك سؤال حول الآن هذا حكاوة في الجبعاتين الخلانين في تونس وفي فرنسا في أوسطات سياسية وأوسطات العالمية وغيره أنا حبيت هل هم مجرد تخمينات مع بعض أم سمتي صالات فيما بينكم أما تطلب بيك شبع ولا غيره لا لا أكد نأكد لكم بكل صدق أنه ما صار حتى كلم لا بيني وبين النهضة ولا بيني وبين أي جهة أخرى سواء كانت وطنية أو أجنبية وخاصة أجنبية هذا أي سيكمل سواء العائلة الدستورية هي عائلة عارقة يعني نحن 1920 أسس حزب الدستور بلقدم الحزب في العالم معنا كما الحزب الشيوع السيني وحزب كذلك هو حزب تقدمي كان لفترة حتى نهاية مستوسط الستينات كان الحزب الأكثر تقدمية والأكثر الاختيارات وطنية والجمع العمال وطيف واسع يعني نقلة ملف سنور اندريجيولي عام 51 عن 300 ألف ونظر بينهم منشتر منساء ما نها توقيت بالطبقة السياسية كل ما عنده لكن هذه العائلة متشلمة وها عائلة متأصلة في التوين متأصلة في عقلين هل أنا مثال سما سي محمد رغم يعني يأخذوا شخصيات الاعتبارية سما سي محمد الغالياني اللعابي الموسي اللعب الدول لكن على الأقل اختجار وحظ بالتجمع كانت موجودة في المحكمة حتى ما يرحم سيد فوزي بن ملعات سما سيا أحمد فليع يعني شخصيات عديدة واعتبارية وتحمل مصورياتك بلا أنت لو في 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 الرببوليك ديموكراتيك دي كونغو وثمان في باسمك مانا لأنك أنت تونس كانت بفضل تونس وانت عملت ودكو دي برماتيك أما معنى تشعر حتى في الخارج وغيره عاليش العائلة هذه منقصة ورغم هي عائلة عريقة وعندها وجود لو في الذهنية حتى ووجدان في الوضع هذا آآ معنى منذ الآن سبعة سنوات أو قريب الثمانية سنوات آآ وخلينا نغتنم فرصة وجودي معكم باش نقول إذا كان فما يشكون قادر باش يلم هالعائلة هذه لن يكون لأي أي شرط ولا أي شيء اللي حاضر باش نمشي إذا كان المجموعة تتفق أنا أنا حاضر عناش ما تكونش المبادرة من كنتك حاولت حاولنا عدد هو عمل حجب المبادرة وجاب خمسة مقاعد في المسجد سمان بعد جابوا ثلاثة باش يكونوا باش يكونوا معنى الحقيقة هذا يشرفني وأقولها بكل اعتزاز باش يخرج إنسان معنى في شهر مارس 2011 ويقول أنا مش نعمل حزب معنى دستوري باش اللم تساتر وخليني حتى من ناحية كي تناقشنا مع الأخوان اللي أبنينا معهم في الحزب قلنا إذا كمش نحطوا كلمة دستوري في الحزب ربما يقع رفضها بعد ما وقع حل التجمع الدستوري الديمقراط لقينا لقينا معنى باش نحطوا في الريفيرانس في القانون الأساسي معنى مرجعية الحزب هي الحركة الوطنية التي حققت الاستقلال معنى باش ما نحطوش باش نهربوا باش نوريكم كيفاش كان الكلام في فيفري نكلم فيكم هذا راهو في فيفري 2011 الموافقة أو جاتنا لبرومير أفريل قطولوا ما هي مش 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 كذب التفريل أول حزب في واحد واحد أفريل وبالتالي هذا شيء أنا أعتز به لكن أعتز به بتواضع حتى حد ما ما نجيتش أنا نتفخر بهذا ولكن أعتبرت هذا كواجب وكما تفضلت وقلت معناها أنا جاي من عائلة اللي تولت في لما أسألكم ربما كل واحد مننا يسأل نفسه ساعات يقول شنو أبعد حاجة اللي قعدت في الذاكرة متاعي معناها نسأل وأعتقد كل واحد يتصور روحوا إلى أي قداشي نجم يكون بعيد في الوالد اللي رحمه كان عرصة منوارف تونس هذا حتى حد منشكل قنطوي مرضين معناها كان الحمد لله الحمد لله كان هذا في فيبري اثنين وخمسين وقت درمية الفرنسوية جاءو هزو الوالد عمري أقل من لربع سنين وتذكروا ذلك وكأنه كان بالأمس فبالتالي فما أشياء للإنسان مهما كان تفكيره مهما وين عاشوا مهما كان تطوره حتى معناها الفكري إلى غير ذلك فما أشياء ما تنحاش من دمك ما تنحاش من لحمك أنا ما نشي اليوم مش نجي نبدل نجم نختلف في التوجه وخلافي مع بعض من الإخوة والأخوات ميما فيهم السيدة عبر موسي عبر موسي ولا عبد الرحيم الزوالي لا رحيم بهم عبد الرحيم ما عملش حزب ما يتحرك ما يتحرك كثير من الإخوان لكن الخلاف والله مش الإشكال وين الإشكال أنه بالنسبة للي 14 جامعي 2011 تاريخ مفصلي يوم مفصلي في تاريخ تونس بالنسبة للي فما ما قبل 14 جامعي وما بعد لعب فيه دور كبير جدا لنا لعب الدور إلى حد على كل حد أمنيتي أنه إن شاء الله إن شاء الله العقل يغلب في الآخر ونفهم وإن شاء الله ما تكونش عنا تجربة معناها سلبية أخرى كدستوريين باش وقت تنفيقه وإلى باب تحميل المسئوليات من يتحمل مسئولية تداور الأوضاع التي تعيشها بلادنا اليوم كمان مرجان نقولها بكل وضوح وقل فيها دائما مسئوليتنا الكل وما يخرج كل من تحمل المسئولية في البلاد قدر المساواة تعطينا درجات على الأقل يعني أنت تتحمل المسئولية كما ليشهد الدمان في القصبة لا مهمة حال فما درجات ما فيش أدنى شك وثم فما أوقات لكن هذا شنقصد به نقصد به أنه من نجموش ونخرجوا بلادنا من الوضع الصعب الذي فيه بدون وفاق وطن بدون من نتفقه الكل على الكل معناها على الأقل من لهم تمثيل ومن لهم ريوم معناها كلمة تلميت ومتفقتوش تلميت ومتفقتوش نقطة 64 قعدة هذهكة أصحيح أصحيح وكنا وكنا وخاليني نقولها مرة أخرى بكل اعتزاز كنا من الأول من نادى باك الحوار هذاك وبالتالي ربما اليوم في اعتقادها حتى ولو الأمر صعب ضروري باش نرجعوا للحوار بين كل الأطراف وكل إنسان وقتها يتحمل وليد جليد قال البالح مثال وانكم انتوما من الأحزاب إلى جانب المسار كذلك والجانب الكتلة امتح مهمة والجانب النهضة المساندة لحكومة يوسر شهد البقاء عليها وتحويلها وغيرة وتحويل وزارة وتحويل حكومي لكن تما معا لشانجمان لانا تقولوا احنا الآن ما يساعدناشي باش نعمل نحي ولا عيس حكومة ولا غير ومصدار ويسا الوقت لا خطر شما زالت وسيد الكريم شوف اذا كان نويم بالحق باش نعمل انتخابات معناها قبل كان نويم بالحق لا 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 انا نحب نكون صادق مع نفسي انا عندي تساؤلات اليوم لانه اذا كان اذا كان اليوم تجي تقول لي باش نبدل الحكومة وانا عندي انتخابات من هلال تسعة شهور معناها باش نجيب حكومة لجاء باش نجي حكومة اذا كان خاصة مش تكون مختلفة تماما حتى ولو كما يتكلموا البعض انه ناخده نجيب حكومة اه معناها غير معنية غير سياسية وغير معنية الى غير تاتي معناها تحب لهم اي في تجربتي انا باش دا انسان يدخل في وزارة ويعرفها ويولي قادر باش ياخد فيها قرارات ستة شهور وفي ستة شهور باقى اعطيه ثلاثة شهور بارك اشقعد وبالتالي اخشنو هالحكومة هالي اه جبناها من 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 جبناها ما متوانسة كنناس الكل وبالتالي يتحملوا مسؤوليتهم اكدوا انو ما يكونوش داخلين في الحملة الانتخابية معناها هذا معناها بالضرورة يزم يعملوا اه كما يقولوا يتقدموا بشي لالبلاي انتم ما تسندو كحسكم انتم اه تسندو سي يوسف شهد لكما يترشح خطر اذا كان ترشح نعم نتمنى انو ما يترشح لانو اعتقد انو الدور اللي عندو اليوم اهم يعني كما كان مهدي جمع حتدته حركة النهضة اليوم لمواصلة يوسف الشهد على الاسلحة تعتبرو كم المرجل منطقي يعني هذيك اللوجيك بشي وصلنا على الاقل هذا هو دستوري خطر دستوري دستوري نحكي منطقي معنا احنا سندناه من اول يوم وانو سانده بقطع نظر عن انو عندو انتماء ما عندوش دستوري على الاقل الراجل نحترموه لا نتحدث عن الشرط 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 في اعتقادي من الافضل ان يكون له من الافضل ان تكون الحكومة ورئيسها غير معنية بس حقا تلفين وتسعتاش تحيير يعني تقول حتى اللوجيك بمتقدر على الموانع ما يمنعوش الدستور معناها مثلا اخلاقية لا وثم فما اعتقد مش الانسان اللي بشيحب ينفع بلاده بالضرورة لازم يقدم شيء ما هي اهمية ان نكون وزير اذا كان وضع بلادي مش في وضع طيب واذا كان نعرف انه بهذا النجم نعاونه باش الوضع يكون افضل يكون الناس مرتاحين ما فاماش حسابات وما فاماش معناها على الاقل العمل اليومي للحكومة يكون ماشي بطريقة سادسة وطريقة طبيعية وما فاماش خلافات وما فاماش هذا من حزب هذا وهذا من حزب هذا هذي كما يتضحي باش نقوم بها الشخص نفسه الوزير لبلاده وتذكر له واذا كان قراروا انه باش يحب يكون بالضرورة مثلا مترشح في انتخابات رئاسية او تشريعية او تشريعية واكتبوا حتى اذا كان باش نبدلو اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة اما كان اعمال حزب حزب وعنده وحاكوا شلاش عندي خبات تشريعية لا هذك شي طبعا كامل مرجان قابلت يوسف الشهد نهار تسعة ولا ثمانية اكتوبري اي احكيت معاف النقطة هذي ما حكيناش بالكامل لانو حقيقة كان هو بيطلب منه وفقط كانت فرصة باش اكتلوا مساندتنا لي احنا من هارلول ساندناه نعتبر انو الراجل قايم بواجبه كما يجب ويحاول في في ظروف مش ساهلة اه خلينا الباب مفتوح حقيقة لنقاش اخر ما تخلناش في امور متع انتخابات لا بالنسبة ليه لا بالنسبة ليلي ولكن الحوار موجود و خلينا نقولها تمثيقة اعتقد بيننا اللي تخلي النجم غدوا نتحدث معه في اي موضوع كما هو الشأن بنسبة لي انت راجل المثقف ونعرف عندي الفرنس مهمة في الادب والفن وغيره يعني ستالين قال لالفاتيكون قال كمين دو ديفيزيون اذا نحب نحكي لك مثال انا كله رقعت نشوف نقا عود تلستقرأ ناخو بنقة شرقية تقريبا تقريبا 15 مقعد في المجلس النيابي تونس الاربع ولاية 42 مقعد نابل 13 اسفاق 16 السحر 27 لكن السحر لا تقريبا متجنسة مثال تونس لا تقريبا كما السحر انتي الحق في فترة ما ظهرك انك حزب سحر معنا ما بين ظفرين خذينا نقولوا هكا واخذيت خمسة مقعد في السحر ثم فيما بعد لحظنا مشيت القسرين حزب دستوري لديه تقاليد الآن بعد تخبات البلدية الحق السحر لم يكن انظار كبيرة جدا النهضة خاصة المقعد من 2014 واني اخذ 14 مقعد في السحر 27 الآن بدأ يتفرط النهضة تتصل بالدستوريين من جديد انتي شون حظ رحك انتي سحب نقول انتي تدخل كرقم في هذه المعادلات يجب وحزب المبادرة يقول لك من خمسة بطل ثلاثة من بعد انت تصل لك ناجي بالشاب عندك نائب بارك وانتي خبت شي وإلا حظرت العدة والخطة والغيرو لابن الاغير بان بش يكون عندك عاشرة 15 تش من قد حاج قاعدين مختمون لحقيقة مش ربما من تكلموش برشا وما منخرجوش برشا لكن خليني يقول انه منذ اسبوعين تقريبا كانت عندي لقاء مع مجموعة كبيرة في اسفاقص والحقيقة كانت مساندة كبيرة وكان جو هائل وعند حتى قائمة في الآن بالنسبة للمسؤولين تعالحزب هناك وبالتالي هناك فم تحرك عندي ماشي ان شاء الله نهار الصبت مش نعمل القيروان والسواسي احنا ما نجمش نقول انه متواجدين في كل ولايات الجمهورية كهيكلة ولكن في كل ولاية اذا كان ماشي هيكلة رسمية ناس مؤيدين وناس نتعاملوا معهم وخليني باشا نقول بكل صدق وعلى اقل الحمد لله انه الناس تعرفني في هذا مشكلتنا مش مشكلت البشر او مشكلت المناظلين او مشكلت القواعد مشكلت او مشكلت اموال لاني رفضت واقولها بكل اعتزاز مرة اخرى وبكل تواضع رفضت المال الاجنبي ورفضت المال اللي جي من 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 اعرض عليك المال الاجنبي اعرض عليك كيفاش كمان اعرض عليك منين منين كمان تلاج القانوني لا نجمش سبب دول عربية اذا كان عندكم فيقة تصدقون لا صدقوك حبنا اطراف عربية اطراف اروبية خارج خارج من الخارج سيتوك مؤخرا لا لا من اللون لانه هذي من الهنة الكبيرة في النظام السياسي من خارج من خارج المال قوام الاعمال لما شرط انو يكون نظيف يعني في دامانسي كمال مرجين ولكن زدا اذا كان ما عندكش فلوس ومعندكش مكينة مالية وقواعد شنو اللي خليك تتشجع ان تكون اول من اعلن امكانية ترشح لا معننش خليني والله وبرك الله فيكم لم اخذ قراري الى هذا اليوم الى اليوم الى هذا اليوم انا قلت معناها ممكن اني اترجع لو جوا في كلامي الكل فماش نار قلت انا مترشح ابدا الى هذا اليوم لازلت افكر مانيش انسان لبش ياخه خطر ما تنسوش الا انا كانت عندي تجربة النجم نقولها وسمحوني المرة الاخيرة والنجم نقول اني ربما اخطأت معناها فاكل وقت هداك ترشحت ناخد ربما ما عملتش تقييم تقييم للوضع اللي خليني اليوم ما اقوله لا يلضغ المؤمن من جحر مرتين وخليني نقوله والناس كل تعرف هذا عندي ثقة في نفسي اعتبر انه بامكاني واقول هذا مرة اخرى بكل تواضع و بكل نزاهة اني نجم نخدم بلادي ولكن الى هذا اليوم نفكر في الموضوع ما 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 نجب ما هي الحاجة الحاسمة اللي تخليك تمشي بين الأي واللا لا ما زاهل لانه اولا قضية وقت من راش عليها شيليوم نجبني نعلن اني انا ماش نترشح ونحب نتأكد باش نعرف أكبر معناها بطريقة ربما أكبر الوضع متاع المشهد السياسي أساس الكريلة التي عملتها في المامو التحدة يعني مش تونس بسيطة كريلة في المامو التحدة هو أنك ديبلوماسي ونعرف عندك علاقات مع المهلي مع شخصيات معناها مهمة جدا في الدبلوماسية العربية وغيره ودونك أنا نعرف ولي بانسان بو ديبلوماتيك نحب سؤال دقيقة نحن أصدقاء نعرف بعضنا ما تقييمك للتساترة اليوم في النداء لأنه جاءت بكونات الثلاثة هل أنه من نحن جكت على البريقية سبسي أما أعطين أهلي هو أقدم دستوري وله هو دافع الوالد عام ٢٥٠ وخمسين وقت الصورة هو وبوح داخل أبو لغزرستار دافع ليهم يعني كانوا في عمليات ثورية ما تقييمك للتساترة داخل النداء لأنه النداء فيه رفض من الوافض الكبرى دستوري ما في شك معنا موجودين ربما حتى ما عنديش فكرة لحقيقة النسبة اللي قوية اللي في النداء كانت سهلة أولا لأنه رئاسة النداء كانت لدستوري هذا ما فيش أدنى شك ثانيا لأنه كحزب معنا كحزب وسطي بطبيعة الحال يلقوا مكانهم فيه شنو دورهم اليوم معنا في توجهاته في قراراته في قياداته أعتقد أنه فم خليط معنا مش من نجمش نقول أنه نداء حزب دستوري اليوم فكرتنا أحنا أنه إذا كان فم خاصة إيرادة من طرف الجميع باش نتلموا هذا كهو الحل بقى يجب أن يكون هذا على قاعدة صحيحة بالنسبة لقراءتنا مرة أخرى للمشهد السياسي هذا ربما الخلاف الموجود بيننا وبين أطراف دستوري يعني خلاف في التقييم كمان مرجم في التقييم متع الأداء السياسي والأداء الحكومي لا 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 تقييم معنا للوضع السياسي وخاصة الوضع اللي منجر على أداء متفاهمين لما حصله نهار أربعة تجامي هذا كالخلاف الأساسي لأنه خليني إن شاء الله الناس قولوا تفهمني في هذا ما حصله في أربعة تجامي نعودها مرة أخرى فاصل بين فترتين بين عهدين لكن هل بيجي دستوري اليوم تعتبروا شوف هو الدستوري ما رايش بش نعطيه لا كاتر ما روح الدستور روحه بالدستور أعتقد في سن سيلباجي اليوم بشيجي تبدل معناه هو ما تنساش كذلك أنه بعد ما أتمر المستير أثنين وسبعين معناه هناك فئة اللي خرجت مع سيحمد المستيري وحسيب العمار اللي ندى ووقتها وخلينا نعطيوهم الحقيقة السبق في هذا وهذا شيء فيه كثير من الاعترام أنه هما كانوا من الأولين أنا كنت حاضر مثل للطلبة دستوريين في المؤتمر وكنت أعذرت في المؤتمر كان لحقيقة هجموا بالجيب أو الانتخاب لا وخاصة نداو بالديمقراطية داخل الحزب وفي البلاد سبقوا الأحداث اللي نحن عايشينها في الواقع اليوم معناها ربما بالفعل وبالتالي هذا الشيء الإنسان يعترف به ما فيش أدنى شك وكان فيما تيارين في الحزب إذا كان ما يكونوا شك لأنه كان برشا ينساه وربما أنه كانت كذلك الفترة أنت عسي أحمد بن سالح وقتها في السجن وبعد تسعة وستين إلى غير ذلك ولكن كان البره وقتها على كل حال لا أعتقد أنه أي إنسان اللي انضم إلى الحزب الدستوري في وقت من الأوقات مش ينزع منه معنا تنجم نقول مسؤوليته أو دوره بالنسبة للعائلة الدستورية ولكن ما نيش نحلم أنا معنا بعد التجربة بعد التجربة لعشتها مع المهلم مذيوب كان في طلب كانوا ديبوتين في النهضة اليوم فما عدد لبأس به من مما كانوا خاصة في التجمع مش بربما الجيل متاعينا لكن على كل حال أملي أنه العائلة هذه تتلم بأكبر عدد بمكن وتتفق لأنه لا أعتقد أنه فم خلاف مبدئي بيننا ما فماش معنا القضية هي قضية قراءة وتقيين لفترة معينة اللي مرت بها البلاد لما كان فيها فراغ معنا في 2014 تقييم أداء الحكومي لحكومة يوسف الشهد وخاصة بوادر الخروج من الأزمة نرجو عليها بعد أخبار ماضي ساعة معاك كمال مورجين رئيس حزب المنطقة